جريمة قتل بشعة ضحيتها الشاب في عمره 17 سنة القاتل فيها واللي حكموا عليه بعشرين سنة السجن نافذة شاحبني دارب بيديه مدربش بالموف والله ما قتلتوا سيد الرئيسنا كان قتلتوا أعلى عدمون هنا يا ما قتلتوش لكن قدروا يجيبوا لي كامل نسمح لهم وكل قضي يعني واحد تحت تراب وواحد أخير نملك خلف القطبان ياريت كان حاكم سلعب الدفع على روحه ياريت كان معبي ولدي واسمه الشاء واساسا الفاعل الأصلي والشريك ينال نفس العقوبة كيف القاضي كان إيهانة للقاضي أكثر من أن يحكم هو بالإعدام ثم يجي واحد سياسي يقول لك لا لا ما يتنفدش الحكم مو أبد قليل عليهم ماشي عشي بلدين عليهم في الساحة هناك الطحم وطحم وقليل عليهم كيف كان مواذا بك تغمضي عينيك تفتح عينيك سبيبنك برا حاجة بينها حاجة بينها صحة والأم لي ماتي وليدها قشو طاب ليتو فريشو ما يزلت لحط له المغروف في الدور غادوك زو جمعي ما غادوني شنية سحكم ما بني ما يتحسبش بالدراه نعطيلك عشرة وجيب لي الطفل أنا شخصيا لا تسامح في قضي قتل أتيني ولدك لقتله وعينك تشوف نسبحي إسلام ستة نواد في عمره وقدر الله أنه يتحرق بالزيت كامل وجهه تشوه لأنه تأثر فيه كلمة واحدة إسلام يقول له في المسادي المحروق يا ونقول لك حاشيكم حاشي قدركم الدود بيت خارج منه ما هو الخيطه؟ أمياه أمياه وخفش أمياه وخفش أمياه وسبعين خياطة برا يخرج برا يا المحروق يا اللي فيه يا اللي فيه أيما إيسان حاب يصدق على باباه على يماه واحد أو حج عنده ضاهم الحج ما كانت زيت حج التانية والتانية والعاشرة هاو الحج مساعدة لمساعدة تصنع لنا كثير من الأمور إن شاء الله نشوف الإسلام ونشوف ريه من دوره صح ما تقدريش نطلب مني المحسنين يعاونه لأبغى واحد يتكلم به عدد جديد من برنامج ما وراء الجدران تتابعونه صهرة الأربعاء ترجمة نانسي قنقر